موضوع جديد تسرق هذا الغاز نتحدث عن دول أخرى تأخذ ما ليس لها حق فيها نتحدث عن ضروري التعاون ما بين دول بعينها هي من على رأسها أبروس واليونان الحقيقة أن الرد الذي كنا نفاجأ به من المسؤولين أنه ما فيش هذا الكلام وأننا ملناش حقوق وأن الموضوع لا أساس له من الصحة الأمر الذي كان يقابل باستغراب شديد زي الخبراء بيصرخوا وبيقولوا أن لينا حقوق ونحن نحتاج إليها بشدة في وقت إحنا عندنا أزمة طاقة يعني ممدة وإزاي الحكومة بتقول أننا ملناش تفسير يصعب الحقيقة الأخذ به أو فهمه نهاردة يمكن كانت المفارقة أن رئيس الجمهورية كان أول من أشار لأول مرة في اعتراف حكومي يأتي من رأس الدولة أن هناك موارد في البحر المتوسط موارد متعلقة بالطاقة التقليدية نحتاج إلى أن نتعاون حولها هل معنى هذا الكلام أن الأول مرة الحكومة المصرية بدأت تأخذ هذا الأمر على محمل جد ونالأيام القادمة ستأخذ جديد هل يعني هذا الأمر أن الموضوع أخذ مساحة من المباحثات التي غلبت عليها السياسة والاقتصاد بين الرئيسين ورئيس الوزراء القبرصي الحقيقة أن كل هذه الأسئلة يسمحولي أن أطرحها على ضيفية في الستوديو في هذه الدقائق يسمحولي أن أرحب بدكتور رمضان أبو العلاء أستاذ هندسة البترول بكلية الهندسة ونائب رئيس جامعة فارس بالإسكندرية أهلا بيك مرحب أيضا بدكتور سعيد اللويندي خبير العلاقات السياسية الدولية بالأهرام أهلا بيك يعني الحقيقة أنا عايز أدخل في الموضوع مباشرة بس حابة أسألك الأول دكتور سعيد النهاردة القمة اللي كانت بين الرؤساء الثلاثة هل كان عنوان الرئيس السياسة ولا الاقتصاد يعني هل كانت موضوع البحر المتوسط والتحالفات اللي فيه ولا زي ما البعض قرأها أنها تكوين تحالف دولي في مواجهة التحركات التركية ودعمها للإرهاب وبالفعل هل في الأساس السياسي يعني هناك إقصاد لأنه العالم كله يسير وراء الاقتصاد في كل مكان في الواقع المتحدة الأمريكية في العالم كله في الروسيا في الصين في فئة حتى في سويا المهم أن تكون الاقتصاد هو الأساس ثم يأتي بعد ذلك أساس لكن هذا الأمر أعتقد أنه تشين لخروج مصر من العنق الديق الخاص بالتحديات المفروضة عليها وبالتالي النهوض بشكل أو بآخر بشرق المتوسط هذه مسألة كانت بالنسبة لنا جميعا كشعب مصري كانت جرحا كبيرا أعتقد أن مصر تجاوز كل أزماتها الخاصة بالإرهاب وغير الإرهاب تحديات داخلية وتجاوز كل هذه الأشياء لتعانق اليونان وتعانق قبرص وتؤكد مسنى وثلاث وربع أن البحر متوسط بحيرة عربية يعني الرئيس يقول أو يتحدث أو يشير إلى الطاقة في البحر المتوسط في حضور الرئيسين ترجمة هذا الكلام اللي تم في الكواليس بيعني أن بالفعل في اعتراف من هذه الدول بحق مصري في الغاز الطبيعي في شرق المتوسط يعني هذه مسألة داخلت ضمن قضايا أخرى نوقشت بشكل أو بآخر أهم شيء أن يكون هناك حوار صعب جدا القول بأن بس ما فيش معلومات حتى الآن عن المساحة اللي أخد هذا الكلام الحوار بالأساس لكن هذه القمة القمة السلسية وتحالف صحيح أنهم قالوا على لسان رئيس وزراء اليونان وأن هذه القمة ليست موجهة إلى أحد لكنها موجهة بالفعل إلى رد على الاستفزازات الأمن الأوروية التركية في البحر المتوسط كما تعلمين أن هناك غاز في البحر المتوسط أن هناك تحديات وأن هناك 36% من قبرص أرض قبرص جغرافيا أعلنت تركيا أنها دولة قبرصية تركية في مواجهة القبرصية اليونانية إلى آخره وبالتالي أعتقد أن مصر عندما تلتقي بهذه الدولة وتلك إنما تؤكد للعالم أنها تسير في الاتجاه الذي يبتعد تماما عن المواجهات العسكرية التي تفرض علينا تركيا أو قطر إلى آخره أو حتى أمريكا بطريق الحرب بلوكالة بشكل أبواخر إنما نحن دولة مسالمة تماما لكن لن نفرض في حقوقنا كما قال الرئيس عبدالعس أنا أرجع على حضرتك أكيد أكثر من مرة في خلال هذا اللقاء حوالي البعد السياسي لهذا اللقاء وإيه اللي بيعنيه وإيه اللي ممكن مصر تحتاجه من الدولتين بخلاف طبعا الموضوعات الاقتصادية والمهم ما يمكن يحتاجون من مصر لكن أنا عايزة أبدأ مع الدكتور رمضان أبو العلا بالسؤال الحقيقة اللي أنا طرحت في البداية بقدر من الاندهاش لا زالي ولازمني أنا والكثيرين في الغالب لما كنا بنطرح هذا الموضوع كانت الردود التي تأتينا من المسؤولين نحن ننشحه في بطرون البحر المتوسط هو الحياة المسؤولين في ذلك الوقت كان لهم حقا لأنه كان في نوع من التشويش على المعلومات الحقيقية والوثائق الحقيقية التي تثبت حقوق مصر والدليل على ذلك أنه بعد لو احنا عايزين نعرف القصة من أولها أنه في مارس 2010 أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية عن أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط في حط ترسيب عملاق في نهاية 2010 صرعت إسرائيل بتوقيع تفقية مع أبروس وبعد شهرين دخلت حيز التنفيذ بالرغم من أنه إحنا موقعين تفقية مع أبروس عام 2003 ولم نتحرك الذي تحرك هو إسرائيل وبادرت بإعلان عن اكتشاف حقل ليبيا ثانوة وحقل غاز في حوالي 12 تريليون قدم وكعب بعدها بشهور قليلة أعلنت أبروس عن اكتشاف حقل أفرو ديت في الوقت اللي كانت مصر فيه فبراير 2011 وإحنا في خضام الصورة بتاعتنا وإسرائيل لم تكتفي بذلك ولكن صرعت برصد حوالي 620 مليون دولار لعمل شبكة دفاعية حول منصات الغاز وجهزت السفن حربية بشبكة سواريخ للدفاع عن منصات الغاز طبعا دلوقتي اللي تزامن فيه مع أعلان إسرائيل إنها مش بتجد الغاز المصري وبدأت تتكلم إنها هتصدر الغاز بالضبط كده لأنه فعلاً أعلنت عن هذا الاكتشاف وتوجت الكلام ده بعمل مناورات بحرية مع الولايات المتحدة الأمريكية كل ده وإحنا مجهولين في صورة 25 يناير بعدها مباشرة زار رئيس وزراء اليونان زار مصر ليه بقى؟ لكي يطمئن على إن مصر ما ذالت يعني لم تغير رأيها في اتفاقية 2003 لأنه اتفاقية 2003 المادة الثالثة فيها بتقول إنه لا يحقل أحد من الطرفين أن يوقع مع طرف تالت دون التشاور مع الطرف الآخر وأخلت أبرس بهذا ولذلك أنا من الذكاء منها إنها تطمئن على استمرار مصر إنها يعني مذالت متمسكة بتلك الاتفاقية هل حصلت على أي ردة أو اعتراض من الجانب المصري حتى شاركتها مع إسرائيل؟ أنا حاجل حضرتك لأن الكلام دا قيل وأنا يعني مصر على أنه لازم وزارة الخارجية تدخل تقول لنا اللي حصل في الموضوع دا لأنه بعد ما حصل الاكتشافات دي وإسرائيل أعلنت الرأي العام في مصر تساءل زي ما حضرتك قلتي فالحياء وزير البترول الأسبخ المهندس وسامة كمال دعا لاجتماع في وزارة البترول وكنت اتشرفت بحضوره مع لفيف من الخبراء واتكلم بعضهم عن الوثائق لكنها في حقيقة الأمر كانت خرايط من جوجل إيرث وكلام دا ولذلك أنا طلبت في هذا اللقاء من الوزير أسامة كمال وهو موجود قلت له لأ أنا عندي الوثائق فعلا تثبت حقية مصر ولكن لن أعلن عنها إلا في اجتماع مغلق وتم هدف 28 أربعة 2013 وتم عرض الوثائق وحضروا ممثلين للجهات السيادية كلها الخارجية والبترول وقوات مسلحة ومخابرات الأمم 28 أربعة يعني بعد حوالي كنا في نوفمبر ست شهور ست شهور ست شهور عشان هيك تاخد موعد تعرض المقاومة معلش بس كويس إن محصل دا أنا حاول لحظاتك بقى يعني دا كويس جدا إن دا تم يعني لأنه أنا فجئت في شهر 12 من نفس العام إنه رئيس الوزراء في ذلك الوقت بدلا من التحقق من الوثائق اللي أنا قدمتها في هذا اللقاء فجئت إن مصر بتوقع اتفاقية مع أبرس ليس لها أي معنى سوى أن تزيد اطمئنان أبرس على إننا ما دلنا نائمين في العسل أنا أفتكر إن في تصريحات رسمية وقتها طلعت وحصلنا عليها لما أثارنا الموضوع إن مصر ملهاش فعلا أي حضرة أنا جاي لحضرتك أنا بس بقول كده إن مصر ما هو مصر زي ما قلت لحضرتك عندما نعتمد على خرائط الجوجل أيرث وكلام من يعني قصصات صحف دا كلام طبعا يعني يعني اللي قدرنا عليه وقتها يا فندم بانتظار لا ما نقول لحضرتك ما نقول لحضرتك اللي حصل بقى والوثائق تم عرضها فين وتم عرضها في اجتماع مغلق لأنه دا واجب إنه يتقال فيه للجهات السيادية والجهات المعنية صحيح ولكن تصرف الجهات السيادية بقى عملت ايه لم تأخذ ولم تتحقق ولم تنفي الوثائق دي بل سيد رئيس الوضراء في ذلك الوقت الدكتور حازم الببلاي وقع على اتفاقية لتبادل المعلومات حول ما يسمى خط المنتصف ليس لها أي معنى وأتحدى أي مسؤول يقول لي مصر استفادت إيه من الاتفاقية دي لكن أنا وأكد أبروس استفادت إيه أبروس استفادت إنه شركات البترول العالمية تأكدت أن مصر مطمئنة وإنه فيه استقرار على أو كفاهم على هذا فاتفضلوا اشتغلوا مفعلا دا اللي تم إنما مصر استفادت إيه لم تستفد مصر من ذلك خلينا نرجع للناس نتهمهم المسألة المسألة ترحت الحقيقة على فترات متبعدة مصر ليها احتياطي كبير من الغاز في منطقة مفترض إنها بتشمل أكتر من دولة فلو حيك تشرح لنا المسألة وإحنا كمعنا بعض الخرايط يعني هو لو فيه هو منطقة الاكتشافات بتقع أو بتغطي ماء حوالي 83 ألف كيلومتر مربع لأ دي خريطة تانية حنرجع لها بيحدى من الشرق سواحل سوريا ولبنان أه لا ده خط المنتصف ومن الجنوب سيناء ومن الشمال الغربي ما يسمى رواسب نهر دلتا نهر النيل وقاريت برضو نخلي الخريطة دي حشان هنتكلم فيها طبعا الكمية كبيرة جدا حوالي 120 تريليون تصل لـ 220 تريليون قدم مكعب ثلاث أضعاف الاحتياطي المصري بالكامل ده كل ده مفترض أنه حق مصر ولا يتقسم؟ ده في المنطقة ما أنا جايز دلوقتي هو مش حق مصري بالكامل لكن مصري ما لا يقل عن ثلثي تلك الاكتشافات كما ستفيد الوثائق والمستندات اللي حنتقدم بها وهناك وثاء قانونية وهناك ثوابت علمية أنا بنقول أنه مصر وقعت على اتفاقية في 2003 تبقى لما يسمى اتفاقية قانون البحار اللي هو اتفاقية جمايكا عام 82 وأبرس وقعت عليها وقان على اتفاقية مع أبرس ويسأل في من وقع على تلك الاتفاقية اهضار حقوق مصر البحارية ليه؟ لو حضرتك بصيتي للخط الأخضر ده ما يسمى خط المنتصف بين مصر وأبرس الخط الأزرق هو خط المنتصف بين أبرس وإسرائيل والخط الأحمر هو خط المنتصف بين أبرس ولبنان لو حضرتك بصيتي للخط الأخضر اللي هو بين أبرس ومصر هتلاقيه أنه أولا أبرز دي عبارة عن خطين طول فقط مصر 11 خط طول بالمنطق والقانون منطق هل يمكن أن تتساوى مع مصر وأن يكون خط منتصب بهذا الشكل يريد الخط الشكل ده تريبا يعني جزء أكبر من الحدود المصرية بالزبط كده ومفروض أننا عندنا سواحل ما يسمى في القانون السواحل المتقبلة أنا مش شايف السواحل المتقبلة السواحل المتقبلة هندسيا يعني حاجة بتقابل حاجة بين إسرائيل وأبرز سواحل ليست متقبلة بالمعنى الهندسي ولكن متقبلة بزاوية فإذا كان ذلك كذلك وممكن التوقيع بزاوية مقابلة فأنا من حق أوقع بقى مع سوريا ومع لبنان بنفس المنطق هذه حاجة يريدني أجيب الصورة قبل كده اللي فيها الخط أيوة بص حضرتك بقى الخريطة دي غريبة جدا المفروض تبقى للقانون والعرف الدولي أن سواحل البحرية امتداد أو الحدود بتاعتها امتداد للحدود البرية فلو بصنا للحدود البرية بتاعتنا اللي هي بتفصل مصر بين مصر وغزة في الآخر هنلاقي أن فيه خط طالع مستقيم وخط مكسور للشمال الخط المستقيم هو المفروض امتداد الحدود البحرية المصرية ولكن اللي وقع الاتفاقية كسر الخط ده بشكل خلى حق الأفروديت بقى خارج الحدود البحرية المصرية ازاي يا فندم ما أنا بقول لحضرتك اهو ده واقع يعني أنا برضو عايزة أفهم مفترض أنها أن من يوقع هذه الاتفاقية وقعها نابع الحكومة المصرية بالضبط واتفاقيات هي ترتب عليها الاتزامات دولية أي فندم هل غابة الحقيق هل حضرة سوء النية هل محتاجين نفهم لا هو أنا يعني أستبعد سوء النية لأنها وقعت في 2003 وما كانش في أي نوع من الاجتشفات فهو أعتقد أنه هو نوع من عدم الاجتراف يعني إيه المشكلة يعني هات كده شوية مش هتفرق مش هتفرق إنما طبعا ده كلام يسأل من وقع على تلك الاتفاقية على كافة لأنه طبعا فيه وزير وفي مجل وكل الناس يتوافق لكن فيه مطبخ الأساس هو ده اللي يسأل الحقيقة لأن ما فيش حد مسؤول كبير حيشوف خطوط الأساس إيه واللي امتداد مفترض أن الخبراء اللي زي حضرتك اللي هما كانوا في وراء التوقيع هذه الاتفاقية واللي كان مفترض إنه هو ما ينبهوا المسؤول قبل ما يوقع إن خط ده لما يتكسر كده أو يتكسر كده ده بيعني الكثير مش حتى لو ما فيش اكتشافات بس ده حق يعني حتى لما المراكب تطلع تصطاد أنا بطلع في المنطقة الاقتصادية لأنه المنطقة يعني إنه فيه تبقى للقانون ما يسمى المياه الإقليمية ودي تبقى بحدود 12 ميل ثم المياه الاقتصادية 12 ميل لو كانت المسافة بين الدولة الأخرى تسمح بذلك يعني نفترض إنه المسافة بيننا وبين الدولة المقابلة 200 يبقى مش هذا رمتد المياه الاقتصادية فبنعمل ما يسمى خط المنتصف بأسم المسافة بين الاتنين وده اللي حصل بين مصر وأبرس ده اللي حصل بين مصر وأبرس ولكن ولكن كان من الواجب أن يدقق من قام بتوقيع تلك الاتفاقية على أننا لنا حقوق فيما يسمى الجرف القاري يعني دناء على هذه الاتفاقية اللي حضرتك بتشير إليها عشان كده كنا كلما نسأل المسؤولين يقولنا ملناش حقوق لأنهم ما بيعودوا إلى هذه الاتفاقية اللي بتقول إنه إحنا ملناش حقا قبل الاجتماع اللي أنا قلت أشرت إليه كان عندهم حق لكن بعد هذا الاجتماع ما أعتقدش إنه عندهم حق وأنا مش بقول إنه أنا 100% صح أوكي لو أنا غلط يطلع حد يقول إنه أنت غلطان أنا قبل ما أعرف من حضرتك إيه اللي تغير بعض الاجتماع أنا عايزة أسأل الدكتور سعيد اللويندي يعني في مثل هذه الأمور يعني إذا أخذت المسألة دي وكان في نوع من التساهل وشوية عليك وشوية علي ومش هتفرق ومش هنخسر بعض عشان خط كده وخط كده فيعني لما تحصل الاكتشافات إلى أي مدى ساعتها الاتفاقات دي بتبقى ملزمة أنا أعتقد أن هذه الأمور اقتصادية يكفي أن يكون هناك حوار بشكل أو بآخر بين الطرفين عندما تحور وقت غبراء زي الدكتور رمضان ويجلسون وكل إنسان يظهر ما لديه من أوراق ووصائق هنا يعني تتحدد أشياء معينة لابد أن نأخذ به لكن الحين حدث هذا يجب أن تكون لنا علاقات دولوماسية سياسية مع الدولة الأخرى لا تنفص معراه إطلاقا بسبب أن أشياء معينة ممكن أن تأتيت الزكاء فعلا أن نكون يعني لا نواجه العالم بأن لدينا جيش وأن لدينا قوات هذا يتكلم عن وضع الدكتور بيتكلم عن وضع أن إسرائيل أخذت منطقة وعمرت حولها منطقة صواريخ فاهم أنا إسرائيل أتكلم واللي عاكت بذلك وطنع به تماما لكن الآخرين لديهم خبراء ولديه وهو وسائق أستطيع كل من هما يعني مشكلة طبع كده بيننا وبين إسرائيل لكن نعرضها بشكلة بآخر ولم نوقف الدنيا جلسنا مع بعضنا البعض المهم أن يكون هناك حوار وأن تكون زي من الدكتور رمضان هم أن يكون هناك اعتراف يا فاندي نتكلم عنه أن الأول مرة مصر تعترف أن لها حقوق يعني اللي بيحصل كان فيه خبراء بيتحايل يا الله لينا حقوق ومصر كان بتقول لها لا ما ناشي الذي يحسب من هذا الموضوع جميع الدكتور رمضان الوصائق إلا الخصائق والخرائط الآخره يمكن أن تصل إلى نتيجة لكن لحين عدوث هذا يجب أن تكون لنا علاقات كما يقال الرئيس السيسي علاقات متوازنة مع الجميع منها قبرص ومنها يونان ومنها أمريكا ومنها روسيا ومنها بكين للأخير نحن يجب أن تكون لنا علاقات متوازنة مع 200 دولة أعضاء في الأمم التعادل لا حدش طلب رئيس الدولة أن يعني الحرب مسألة فكرة الاعتراف أدوات سياسة خارجية إما الدبلوماسية لما فيها حوار وإما المجال العسكري نحن مازلنا نتكلم في الدبلوماسية بس ما كان يحدث بالقبل النهاردة عقبتنا يوم مختلف لأن مصر اعترفت أو مصر قالت على لسان رئيس الدولة أن لي نحقق يجلسون مع رضيهم البعض أعتقد أنه يمكن أن تحلحل أشياء كسيرة جدا مثلا يعني سد النهضة لم نهدمه إطلاقا وما زال العمل فيه جاريا لكن على الأقل هناك حوار حوار يمكن أن يؤدي نتيجة قبل أن يكون هناك حوار إطلاقا الدكتور رمضان يمكن أن يكون كأحد الخبراء الباريسين في مصر يمكن أن يأتي بوسائق ويأتي مع الطرف الآخر أعتقد أنه سوف ينجح وفي هذه الحالة يجب أن تلزم النتائج التي توصل إليها بالسياسة بشكل أو بآخر هنا وهناك هل هذه الوسائق دكتور؟ وسائق ندرون إيه؟ مفحمة؟ أو قطعية السبوت؟ قطعية الدلال؟ هل هي وسائق بالفعل؟ أنا حكلم فيها بس قبل ما أتكلم فيها أنا طبعا مش طالب أن نحن تسوق علاقتنا بأي دولة من الدول لكن برضو أنا مصر أنه ما فيش دولة تضحك علينا يعني على الجانب الآخر يعني أنه رئيس وزراء اليونان جاء مثلا أيام مرسي عشان يطمئن أن نحن برضو موافقين على الاتفاقية ودكتور حزم البلباوي وقع اتفاقية برضو تفاهم حول خط المنتصف المستشار الجليل عدلي منصور برضو وقع اتفاقية لا هي الحتة دي مالها يعني كل شوق توقعوا اتفاقية فيه في إيه؟ حضرتك عدد أنا حقول لحضرتك بقى في إيه؟ لأنه أنا يعني الجانب الأكثر اللي بدلت فيه مجهود هو إقناع المسؤولين المصريين ولم يشكك أحد فيه ما عرضت وكان آخرهم السيد رئيس الوزراء وعرض تعليمة لدي وقال لي تقترح ايه؟ قلت له اقترح أنه نستعين بالدكتور فاروق الباز أنا اللي بقترح لكي نكتب تقرير لعرضه على القيادة السياسية يعني حضرتك من نوفمبر 2011 لا قابلت الرئيس الوزراء المهلب في 11 مايو لا أنا بكلم على أن حضرتك من نوفمبر 2013 لغاية النهاردة فيقول اللي بتعمله أنك بتقنع بقنع المسؤولين بقنع المسؤولين بقنع المسؤولين وأنا أرجو أنا بستغل يعني وجودنا النهاردة أن أنا عايز وردة الخيرية ترد عليها في حاجة لأنه في أحد الاجتماعات في وزارة البترول أبروس أخلت بالمادة التالتة من الاتفاقية الموقعة معنا لأن الاتفاقية المادة التالتة بتقول إذا دخل أي من الطرفين في موفاوضات تهديف إلى تحديد منطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى يتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر أبروس ما عملتش كده لما تفقت مع إسرائيل ولكن قيلة في أحد الاجتماعات حد من الخارجية يريد بقى يطلع يقول لنا الله يخليكوا احنا مش زي زمان يعني لازم كل واحد تشوف شغله قال إنه ربما يكونوا بقى تعتذار وإحنا قابلناه ربما نعم لا أنا بكلم بقى دلوقتي من هذا المكان يطلع يقول لي هل فعلا قدموا اعتذار ولا لا لأن ده معناه إنه دي أحد المبررات اللي أنا بستند عليها عشان نعيد النظر في الاتفاقية رغم إن أنا عندي حاجات تانية بس دي حاجة مهمة جدا ده خطأ قاتل يعني هاو كام اللي خلق خطي كسر هو اللي قبل الاعتذار ولا إيه بقى أنا عايز عارب برضو أعرف أن أستاذ المشاهدين يعني الاتفاق بين أبرس وإسرائيل إزاي أضرب مصر إزاي أضرب مصر لأنه أولا فيه البزنس بتاع البترول ده بزنس كبير قوي وربما كانت علاقتنا مع أبرس في الوقت ده ما كانتش بالقوة دلوقتي لأنه طبعا وأنا طبعا الاتجار اللي احنا وغدينه ده بالتقارب مع أبرس ده ده يعني اتجار حميد جدا وممتاز لكن أنا بتكلم على فكر أنا لسه بتكلم علينا احنا مع بعض لسه ما مجرحتش ل فالمفروض أنه الشركات العالمية أبرس دولة برضو يعني ما هيش بالقوة اللي زي إسرائيل بمجرد التوقيع على الاتفاقية إسرائيل رصدت 620 مليون دولار وعملت غطاء جوي لمنطقة الاستكشافات وبعدين دي بتطمن على الجانبين بدليل أنه الرئيس القبروسي أعلن في فبراير 2011 عن حق الأفرودات وكان قابل بفترة بسيطة أعلن أعلن إسرائيل عن حق للفياثان على الحقل ده بموجب الوثائق اللي مع حضرتك ومفترض أنه يقع ضمن حق مصر اه اه ايوة ايوة الحق الذي تستغله إسرائيل وتصدر منه الغاز حاليا أنا أنا يعني ربما أعرض بعض الوثائق التي لم أعرضها من قبل النهاردة اه وبتعتمد على ربط بين اتفاقية قانون البحر والقوانين الدولية وما لدينا من أبحاث علمية أجراها علماء محيدين يتبعوا ما يسمى الوكالة العلمية الدولية لأبحاث البحر الأبيض المتواصل الوكالة العلمية الدولية دي فيها حوالي ألفين باحث من تلاتين دولة والأبحاث اللي تمت دي لم يجريها علماء مصريين علماء فرنسيين وأمريكان وألمان وخلصت؟ خلصت لإيه؟ خلصت ما هو ده بقى الكلام أنت عايزة كله مرة واحدة؟ أنا عايزة مرضو أعرف منها ديك يعني وحنا نتكلم دلاتي عن أن دولة إسرائيل بتسرقنا وتصدر لنا الغاز لا إسرائيل مش حقدر أقول بتسرقنا إسرائيل شطرة إسرائيل بتحاول حتى لو ما لهاش حق في حاجة بتجري وبتنسي بتحققها يعني وإحنا يعني أرجو أنه نبدأ نتحرك يعني أنا استندت على إيه؟ إنه في قانون البحار فيما يسمى الجرف القاري الجرف القاري ده لأي دولة ساحلية هو عبارة عن قاع وباطن أرض المساحات المغمورة أنا ببساطة كده التي تمتد ما وراء بحرها الإقليمي يعني اللي بعد الـ 12 ميل في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي ونخلي بالنا من الامتداد الطبيعي ده الامتداد الطبيعي للحدود البرية هناك امتداد طبيعي للرواسب أو للبيتس أو الصخور التي تتبع الدولة دي حتى الطرف الخارجي للحافة القرية أو لمسافة 200 ميل علماء فرنسيين وصلوا إلى أنه ويسيبك بقى من إيه؟ أنه قريطة بتاعة جبل إيراتوستينوس لا لا أنا أتكلم على بحث علمي أجراء بحثين فرنسيين وقالوا أنه جبل إيراتوستينوس ده عبارة عن كتلة قرية من القرى الإفريقية تحركت حتى وصلت لمسافة تبعد عن مصر 157 ميل وعن أبرو 60 ميل يبقى هنا ما تتكلميش في خط المنتصف خالص ما تتكلميش في خط المنتصف ده امتداد طبيعي ما إحنا نزق هو إحنا اللي زقناه ولا هو اللي راحة ده امتداد طبيعي ولا امتداد إيه ده ما أفتكت ما فيش مصرين نزلوا زقوه يعني وبعدين نسمى جبل إيراتوستينوس لا عالم سكندري من أيام مكتبتي الإسكندريا القديمة فده سنة تاريخي تبقى للقانون الدولي برضو سنة تاريخي وعلمي العلمي بيقول إيه؟ بيقول إنه دي كان جزء من لأنه تناقش قادي القانون وبيقول إمتداد طبيعي ثم علماء آخرين ألمان قالوا إنه الرواسب النيل بتصل شرقا حتى المياه الإقليمية الإسرائيلية ننتكلم فيها هو ده إمتداد طبيعي ولا مش إمتداد طبيعي وده نترتب عليه؟ وترتب عليه بقى نعود مع بعض على الأقل يعني تعالى بقى نعود ودي القانون ودي الأبحاث أنا بقولش أكتر من كده أنا بقولش أكتر من كده أنا بأثير القضية أنا كنت أتمنى إنه بعد جلوسي مع سيد رئيس الوزراء إنه هو يرد يقول لي أنت غلطان لأنه موضوع ده في مليارات واضح إن حضرتك مش غلطان بدليل إن رئيس الجمهورية النهاردة بيتكلم عن هذا الحق واضح إن الجهات السيادية أو الدولة المصرية بدأت تقتنع أنا كنت أتمنى إن السيد رئيس الجمهورية وهو قاعد على طاولة من المعلومات دي أولاً لو لقاها غلط خلاص ربما يكون استوسق منها بوسائل تانية أو استعامل خبراء آخرين يعني الوسيقة دي ربما أول مرة عارضها اللي طالعاً من الوكالة الدولية للطاقة وباللغة الفرنسية الوكالة الدولية أسف للاستيشافات العلمية أول مرة هعرضها بقا لإنه أنا تعبت الحقيقة معرفش بقا الكاميرا ده جبل إرتوستينوس على بعد 157 ميل من مصر كل المناطق اللي فيها الاكتشافات هنا في هذه المنطقة والألوان دي بتبين الأعماق المختلفة للبحر تدى من 100 حتى حوالي 5000 أو 4000 دبث الوثيقة دي فرنسية دي عملها علماء اللي بتثبته الوثيقة دي أولاً إن جبل إرتوستينوس هنا دي أبرس وده جبل إرتوستينوس تبت نظر المجرادة الوحدة غير متخصصة زي ده أقرب لقبرس ما هو دي ده جزء من القرى بتاعتنا هو طالع من الحتة دي ده هنا أوكي الرواسب اللي هنا دي كلها رواسب نيلية طالع من نهر النيل ده ما يسمى الامتداد الطبيعي إذا كان حد عنده تعريف للامتداد الطبيعي يقولي لا خبيرك اللي بتعرفنا لا أنا بقول اللي هم بيقولوا مصر ملهاش حق أنا بقول لهم في حاجة اسمها امتداد طبيعي أكتر من ده يعني الوثيقة دي بتثبت أن هذا الجبل جبل إرتوستينوتينوس كان جزء من القرى الإفريقية وأن الرواسب اللي موجودة هنا دي كلها رواسب منقولة حوالي بتغطي مئة ألف كيلو متر مربع ومنقولة من القرى الإفريقية أو بالذات من مهر النيل طب أنا عايزة أسأل حقيقي سؤال الوثيقة دي صدرة من جهة علمية حيك قلت من المعهد الفرنسي الوكالة الدولية لإستكشافات العلمية بالبحر الأبيض المتواصل يعني دي وثيقة مش سرية دي وثيقة معلنة لا بس ما فيش موجود منها يعني دي أنا أقول لحضرتك حاجة يعني الأبحاث اللي أنا بقول لحضرتك عليها دي كانت على الموقع بتاع السايز وبدلوقتي مش موجودة يعني فيه ممكن تكون جهات دولية كاللي في الخطيرة لا اتشالت لكن الحصول عليها مسألة صعبة ولا سهلة لا ما هو ما عادش حد يقدر يشكك فيها خلاص لا ناقرأ ما عادش يقدر يشكك فيها حضرتك لما عادت مع الجادة السيادية في شهر فبراير زي ما قلت أعرضت عليهم الوثيقة وإيه الرد اللي حقيقة حصلت عليهم وما حدش قدر يجادل ما حدش يجادل محدش متخصص في الموجودين لا لا دي اللجنة العليا لترسيم الحدود كان ممثلية كلهم موجودين يعني لا حضرتك عادت مع متخصصين واقتنعوا بالكلام اللي حديك قلته اقتنعوا بقى ما اقتنعوش المهمة أنا عملت واي سؤال أنا مستعد بعد ما كانوا يقولوا مصر ما لهاش حق واللي محاضرين في الاجتماع هنا وموجودين عندي أهم أقول لحضرتك عليهم ممثلي دي بخط وكيل وزارة البترول وده الأصلي كمان عشان بس أنا مصوره صورة عشان ما يروحش ممثلي وزارة البترول وزارة الخارجية القوات المسلحة المخابرات الحربية المخابرات العامة تماما سؤال سؤال يعني حضرتك وضحت نقطتك تماما وتكلمت في هذا الموضوع ووصلت صوتك للجهات المسؤولة السؤال ماذا تستطيع مصر أن تفعل لتحصل على حقوقها إحنا بنواجه مين؟ هل الاتفاق أو التوافق مع قبرص واليونان ممكن يكون خطوة في هذا الاتجاه؟ أخير ولا في أطراف تانية ممكن تبقى أطراف في الموضوع؟ لا لا الأول أنا وافق مع قبرص الأول أول خطوة إيه اللي تقدر تعمله قبرص أو تقدمه؟ دلوقتي يعني إحنا نستفيد من العلاقات الطيبة اللي بنا لأنه حتى تبقى للاتفاقية الموقعة بتقول لو حصل نزاع يبقى يحل بروح من التفاهم تبقى للاتفاقية يبقى ليه بقى المسؤولين اللي في مكتب رئيس الوزراء اللي هو بما تحس بيسم رئيس الوزراء أكتر من مرة بحاولت متابعة الاتصال ما بيردش معرفش يعني يمكن عنده الله يكون فعونه طب نعمل إيه؟ طب يعني يا جماعة ردوا علينا دي مليارات قولولي أن الكلام ده غلط جميل دكتور سعيد اللوندي أنا عايزة أسأل من حضرتك دلوقتي في مثل هذه الأحوال وبشكل يعني في روح المواد ده زي ما قال دكتور وزي كيف نستغل التقارب اللي حاصل دلوقتي بين مصر وقبرص واليونان لحل هذه المشكلة العلاقات سياسات دولية تقوم أساساً مع الهوار مدامت أنت وفقت على الهوار معي وحتى الدكتور رمضان في عرضه لهذا قال أنا مستعد أي إنسان يحاورني في هذا وجاهدني في هذا أعتقد الروح التي اتسمت بها الحوارات القمة السلسية يمكن أن تهيي الأمبيانسة أو الجو العام ليه هذا الحوار وأعتقد أننا مهمة جداً أن يكون لدينا حوار مع الطرف الآخر لكي نصل إلى ما نريد أن نكون لكن ما أتحفظ عليه هو أن يكون لنا خلافات مع سوبيا جنوباً مع سودان مع ليبيا وبعض الأشياء حيث ترى أن الوقت غير مناسب لإثارة خلافات حول الموضوع المهم أن نبني جسور سياسية في البداية ثم يعقوبها بعد ذلك أشياء يمكن أن نقش شرط أن يكون مثلاً دكتور رمضاني يكون هو الممثل لهذا ثم أطراف أخرى من قبرص على أن يكون هناك حوار يستهدف بشكل عام لا أقول غلبة مصر على قبرص ولا غلبة قبرص على اليونان ولكن بقدر إمكان يكون مصالح الشعوب كلها موضوع في الاعتبار لأن الدعاية الصونية قديماً قالت لأسيوبيا مثلاً عندما كان هناك خلاف مع أسيوبيا يحاول ساد الناضا أن مصر لا تفكر إلا في مصاحة شعبية لا يهموها الشعب الأسيوبي إلى آخره ولذلك كان هناك احتقان بشكل بواخر وأعتقل أن هذا الاعتقان زال تماماً عندما وجهت دعوة الرئيس سيسيلي وزير خارجات أسيوبي في حضر حفل تنصيبي بدأ هناك ما يسمى بالحوار والأخذ راد تسمعين أن هناك حوار فأليس عبابة ثم حوار انتقل لأخرطوم ثم ياته القارة وهكذا الولاي جميل أعتقل شرك هذا الحوار مع أبرس واليونان بخلينا نسأل إيه أوراق القوة اللي بنملك واضح أولاً أنه يروح من المواد ده بدليل أن حتى أبرس في الوقت اللي هي ممكن تكون جانبها التوفيق أو قامت بالتوقيع على اتفاقية مع إسرائيل وشافت أنها فيه ضرر عليها كانت حريصة أنها ما تستعديش مصر أي إن كان الرد المصري وقتها ومدى نصيبه من النجاح أو الإخفاق إيه الأوراق يعني ماذا تحتاج مصر من أسيوبيا ممكن من قبرس مفهوم أنها ممكن تحتاج الدعم ده وليه مثلا في مواجهة تركيا وحيكعرف أن فيه نزاع القبرسي بين تركيا وبين اليونان داخل قبرس إيه ما الذي تحتاج قبرس من مصر إيه العلاقات المتبادلة إيه حجمها إيه أهميتها بالنسبة للدولتين نحن في حاجة لأن تكون لنا علاقات جيدة مع كل الدول وفي سنة قبرس والإقليم بالذات نحن نوعي هذا سواء من ناحية اليونان أو قبرس رضا على السجازات التركية كما تعلمين وكما شرط في كلامي أعتقد أنه إذا بنينا جسور سياسية ودولة وسيعة مع هذه الدولة يمكن أن يعبر عليها مشكلة المشكلة الإخطارية كيف هيكون لنا غازوة كيف هيكون لجم وكيف هيكون نصب نهاية إلينا إلى آخر كل هذا يحتاج أن يجلسوا الآخر أو الخبراء النصريين مع الخبراء القبرسة ولن يتأتي هذا إلا إذا كان هناك جو عام سياسي وجسور سياسية مبنية بيننا وبين قبرس من ناحية في القانون الدولي وفي مثل هذه الحالات يعني واضح أنه كان فيه نوع من أنواع الإهمال أو الإنكار أو مش عارفة أقول إيه يعني هذا معبر عن استطانة التساهل فيما يتعلق بالحقوق المصرية محبش يقول تاماد معينا لكنه قال أنا مستعد جميل فيما يتعلق بهذا الأمر إذا كان فيه أوضاع قانونية ترتبت تخص إسرائيل تخص أبرس تخص أي من هذه الدول الوضع القانوني أو إيه هل ممكن ده يأبد وضع يخليه خلاص غير قابل النقاش مرة تانية خلاص من أنت وصلت في الأور لا لا إذا كانت لدينا حقوق معينة من حقوقنا الناس ألعنا شرط أن تكون لنا وسائق معينة القانون الدولي يبني على الحقائق وعلى منطق والمنطق يقول أن لنا حقوق في هذا لا يقول أن كانت لنا حقوق تمضاعة إلى آخر أو تسكبت وقفيت لا أعتقد أن هذا قابل أصلا للطرح بشكل أخر لكن أشيء المطروح حاليا في الجو العام السياسي والديبلوماسي أن تكون لنا جسوص ما نعبر عليها بهذه المشكلة ومشاكل أخرى يمكن أن تتأتى لاحقا لأن وسائق التي تعرضت دكتور رمضان مهمة جدا وغير موجودة حتى أصل إلا معه فلابد أن يكون فيه طرف آخر حتى يكون هناك حوار بشكل يعني هل هل نقدر أننا في الوقت الأنسب من حيث التوافق والمصالح والرغبة في التقارب بين الدول التلاتة لطرح هذه المسألة؟ أنا أعتقد أنه على الأقل نبدأ هذا الحوار بشكل أبو آخر لكن الحوار معهم سياسيا يجب أن يبنى ويترسخ ويتعمق لأن تركيا لنا بالمصالح ومع دراكة من تركيا ودول أخرى حتى في الإقليم نفسه نريد أن نقع في مشكلة أننا نقع في البحر مثلا أو نقع بمشاكل نريد هذا والذيك فقط نبني جسور ثم نحاول أن يكون هناك حراك من جانب اليونان من جانب قبرص إلى آخره لكي يعرض الخبير مثلا في هذا الأمر الدكتور رمضان هذا الموضوع المهم أن يقبلوا لكنه يعني طرح لك أنه ذهب رئيس الوزراء وذهب الوزراء وذهب ولم يرد أحد فقط سكتوا وصمتوا يعني الصمت غير مجد في هذه الحالة يجيب أن يتكلم شارفة أن ينتظر فوصة كما قلت أنت الجو السياسي مهيئ لطرح هذه المشكلة الآن 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 وليس خدم جميل قبل ما اختم هذه الفقر أنا بسأل الدكتور رمضان هنا يعني الإجراءات المفترضة على الحكومة المصرية هتبدأ وتاخدها عشان تحرر كذا الملف أولا الإرادة عندما تكون هناك إرادة من التنفيذيين تتوائم مع إرادة على الأقل القيادة السياسية يعني يمكن القيادة السياسية بتعمل نوع من التفاهم مع الدول الأخرى لكن إرادة الحكومة بقى تبقى موجودة وتجيب اللجنة العلية لترسيم الحدود إذا توفرت الإرادة أنا مش شافي إرادة إذا توفرت الإرادة إيه اللي مفروض نعمله المفروض أنه بيدرس هذا الموضوع أكثر تفصيلا وما بقاش أنا الواحد يبقى معي خبراء كثيرين وما أكثرهم في مصر وزي ما قلت الدكتور فاروق الباز أحد العلماء برضو وبعدين نكتب تقرير للقيادة السياسية لأنه حتى خطوة التفاهم لازم لها إجراء يعني هل ما زي ما الدكتور قال طرح الموضوع وتوقيته ده برضو محتاج قرار سياسي فمواقمة القرار السياسي إحنا جاهزين دلوقتي للعرض لا والله الوقت ده مش مناسب ده تركيا بعملة تلعب لنا أوكي فلكن إحنا الأول زي ما قلت إحنا يبقى عندنا إرادة ناخد الخطوات بتاعتنا ونبقى جاهزين ونقعد على القادة السياسية شايفة الوقت مناسب آه تفضلوا بقى طب يا راجوكما هنا في مشكلة عايزين بقى نتفاهم معاهم إنما ما جيش كل مرة وزير البترول اللي حضر كل الاجتماعات دي ولا إيه بيوقع على وصيخة أخرى أو اتفاقية أخرى للتعاون من خلال خط المنتصف الله ده أنت بتؤكد كل شوية إن خط المنتصف هو اللي موجود رغم إن انت حضرت الاجتماعات كلها فشيء يعني فنعايز أقول إن الخطوة الأولى الإرادة تحرك التنفيذيين كده بالتقرير للعرض على القيادة السياسية حتى ترى الوقت المناسب لعرضه على الجانب الآخر جميل دكتور سعيد لو تكلمنا بقى على الجوانب الأخرى في هذا اللقاء يعني تركيا كانت الحاضر الغائب في هذا الموضوع يعني رغم إن الدول التلاتة أنكرت أو قالت أو يعني قالت إن المسألة ليست في مواجهة تركيا لكنها بدت للبعض إنها بالفعل في مواجهة تركيا رئيسي البناني أكد إن هذا التحالف السياسي أو القيمة السياسية ليست مواجهة لطرف معين وكان يقصد بزالة تركيا لكنه في نفس الوقت تكلم عن احتضان تركيا للإرهاب من أماكن كثيرة في العالم وأن تنظيم الدول الإرهاب تقوله تركيا بالفعل من حيث تمويل آخر وإهابت تركيا أن تتخلى تماما عن تمويل الإرهابيين في أماكن كثيرة في العالم وأن تبتعد تماما عن التدخل الشأن الداخلي المصري وحيأ رئيس مثلا السيزي على أن هناك تحول ديمقراطي يقوله وأنه بدأ هذا التحول الدمقراطي بالدستور ثم الانتخابات الرئاسية وقريبا الانتخابات البرلمانية وهذا ما يؤكد أن القمة السلسية أكدت أن مصر تتحرك من عشوائيات وإنما مصر تتحرك من خلال خريطة الطريق وأعتقد أن هذا وضح تمام نهيك عن أنه بغض نظر عن زين المشكلات الأخيرة وهذه مشكلة عالقة يمكن أن تحلج مميوسيا لأكثر والأقل لكن هناك مشكلة خاصة بالسياحة السسمار الداخلي في مصر الأخيرة أعتقد كل الدول المدعوة واليونان أبدأ للتعداد لهذا فعلا ورجال الأعمال من اليونان أيضا الرئيس الوناني أو رئيس الوزراء أكد هذا والرئيس القبرزي أكد بما لا لع مجالا للشك أن مصر بالفعل يعني الثورة التي حدثت في مصر ثورة داسا قلبا كما يقول بعد الدول الغربية الأخيرة أو بعد الصحافة الإعلام مقروعا مسموعا مرئيا كان يرادد وما زال بعض يرادد هذا أعتقد أن هناك درجة كبيرة من درجات الانسجام وتنصيق الذي يأتي كباكورة يعني هذه القمة السلسية هي باكورة أو هي نواه لدول أخرى يمكن أن تنضم بشكلة بآخر شرط أن تكون المنطقة المنطقة تحضر البحر المتوسط منطقة عربية بشكل أباسيزي جميل هذا ما أكدها مثلا كنت أقرأ كتابا لأحد المستشكين الفرنسيين يقول حوار الضفتين هناك حديث ولعبي البحر المتوسط من أيام تحسينه حتى الآن عن حوار الضفتين يعني جميل المسألة تبدأ بفكرة التعاون وليس الصراع في داخل المتوسط وممكن مسألة دي تحسم الكثير من الأمور أنا بشكر حضراتكم على كل هذه الإضافة بشكر الدكتور سعيد اللويندي أستاذ العلاقات السياسية والدولية خدير العلاقات السياسية والدولية بالأهرام بشكر الدكتور رمضان أبو العيلة أستاذ هندسة البترول بكلية الهندسة ونائب رئيس جامعة فارس شكرا جزيلا لنا حضراتكم ومشاهدينا تعديلات على قانون المرور هل تكفي وحدها للحد من حوادث الطريقة؟ بعد قليل هيكون معنا الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والمرور في عين شمس هنترح عليه الأسئلة وبنترحها على حضراتكم شاركونا الحوار على صفحتنا التفاعلية على فيسبوك وتويتر هل ترون أن تطبيق هذه العقوبات بشكل صارم يكفي للقضاء على حوادث الطرق أو للحد منها؟ وهي الحلول اللي حضراتكم بتقترحوها؟ تابعونا بعد هذه الوقفة القصيرة